اكد سمو الشخيس بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة ان مبادرة اعداد القادة شباب جاءت تزامنا مع التوجيهات السامية لجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة بقيادة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء والمنصبة نحو دعم قضايا الشباب ورعايتهم وتوسيع نطاق مشاركتهم لخدمة القضايا التنموية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 جاء ذلك في الحفل الختامي الذي اقامته جمعية الكلمة الطيبة لمبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لاعداد القادة الشباب بنسختها الثالثة حيث سلم سموه شهادات الدبلوم لخمسين شابا وشابة من المشاركين في المبادرة كما فزت أربعة مشاريع بمنحة تدريبية للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة والتي تكفل بها المعهد لتقديم الدعم الفني للفائزين لاستكمال مشاريعهم وأضف سموه أن المبادرة تهدف في المقام الأول إلى تأهيل الشباب البحريني للقيادة وانشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية المجتمعية والإدارية وكذلك القيادية ونوها سموه بضرورة تكثيف الجهود وتعزيز الدور التكاملي مع منظمات المجتمع المدني لدعم الشباب ومساندتهم وتوفير أفضل الخدمات والإمكانيات لتنمية قدراتهم في مختلف القطعات خمسون شابا وشابة وقفوا على خشبة المسرح ليحصدوا ثمرة جهودهم في الحفل الختامي لمبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة لإعداد القادة بنسختها الثالثة والتي فازت فيها أربعة مشاريع بمنحة تدريبية للمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت الشقيقة وهي مبادرة ليث ومبادرة ديل ومبادرة عندنا ومبادرة عين أيضا احتفالنا ببروز وتشكيل ثمان مبادرات من المبادرات الغوية والمميزة اللي فعلا استطاعت هذه المبادرات أنها يتحقق انتشار واهتمام إعلامي كبير واهتمام أيضا من مؤسسات الدولة والغطاء الخاص سواء في مملكة البحرين أو حتى خارج البحرين المبادرة التي ساهمت على مدار ثلاثة أعوام بتخريج 210 من الكوادر الشبابية تمكنت من تحقيق أهدافها المرجوة والمتمثلة في خلق نموذج مبتكر من القادة الشباب يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية ويسهم في حل المشكلات التنموية برؤى جديدة ضافت المبادرة لنا وائد أشياء حلوة في شخصياتنا يعني حسساتنا عيشاتنا في جو المشكلة وشلون احنا نقدر نطلع حل حك هالمشكلة شلون احنا نطلع المشاكل بطريقة غير ومبتكرة عشان نطلع لها أفضل الحلول مبادرتنا هي عبارة عن منصة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد والأفرقاء طبعا اليوم مويس سعيدين أن احنا فيزنا في مركز الثالث يعني كنت تفرحة متوقعة على التعب اللي تعبناه ونسأل الله التوفيق لنا وحق الأفرقاء الثانية دائما ما كنت أفكر عن مصطلح أن أنا أصير رائدة أعمال أو أن أدخل هذا المجال حتى لكن من خلال مشاركتي في هذه المبادرة فكرت بالموضوع صرت أفكر أوكي مستقبلا أنا بيفتح لي بزنسي خاصة خاصة في مجال علم النفس وحتى أن أضيف شيء حق مملكة البحرين احنا فايزين اليوم ولكن محطة أولا 1% بالحسبان أن احنا رح نفوز اليوم بس الحمد لله لأن احنا اجتهدنا ووصلنا ما وقفنا ومواصلين ولازلنا مستمرين وإن شاء الله رح نستمر إن شاء الله كما أثمرت مبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي لإعداد القادة في ابتكار 34 مبادرة شملت قطاعات صحية وتعليمية واجتماعية وتكنولوجية وثقافية وغيرها مما يعكس جهود الشباب البحريني في الابتكار والمساهمة في دفع عجلة الوطن